ما إن يظهر فصيل معارض سوري معتدل سيما في الجبهة السورية الشمالية وتحديدا في محافظة إدلب وتظهر معه بوادر قناعة أو قناعة بل وشجاعة من الجانب الأمريكي في دعمه ولو على استحياء بقليل من تدريب وسلاح حتى تلتف عليه أذرع جبهة النصرة لتعتصره وتخنقه وتستولي على أسلحته وتصهر من تبقى من عناصره في بوتقتها العسكرية والتنظيمية فمن الفرقة الثلاثون ثم الفرقة واحد وثلاثون مرورا بجبهة ثوار سوريا وقبلها حركة حزم كلها ابتلعتها النصرة ولم يبقى لها أثر يبدو أن الدورة جاء على فصيل جيش التحرير المرتبط بالجيش السوري الحر وهو فصيل معتدل ومدعوم من واشنطن مع اعتقال النصرة زعيمه وعشرات من عناصره قبل أيام مؤشرات تؤكد تدريجيا ما يقال عن سعي النصرة للتمهيد لإقامة إمارة القاعدة في محافظة إدلب على غرار خلافة داعش المزعومة معرة النعمان في ريف إدلب مئات السوريين يتظاهرون لليوم الرابع عشر بعد المئة على التوالي ضد جبهة النصرة المظاهرات هذه انطلقت نتيجة لاستياء السكان من استيلاء جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على مقرات الفرقة 13 ومصادرة أسلحتها في مارس الماضي سياسة إقصاء للفصائل الأخرى هذا ما تنفذه جبهة النصرة على الأرض آخر مظاهرها حدث قبل يومين إذ شنت جبهة النصرة هجوما على فصيل جيش التحرير التابع للجيش الحر واعتقلت قائده وأكثر من أربعين من عناصره وبهذا الهجوم تتأكد اتهامات المعارضة السورية للنصرة بسعيها لإقصاء فصائل المعارضة المعتدلة وإنهاء وجودها في هذه المناطق فجبهة النصرة أقصت فصائل سورية معتدلة كبيرة خلال هجمات واسعة ومنها فصائل كانت مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية مثل حركة حزم التي كانت إعداد عناصرها نقو 15 ألف مسلح كما أقصت جبهة النصرة الفصيلة المعتدل الكبير جبهة ثوار سوريا التي كان يتزعمها جمال معروف والمدعومة من دول إقليمية وغربية ويبدو أن جبهة النصرة التي تتوسع وتقصي الخصوم وفق برنامج تعمل على تنفيذه منذ سنوات تتحرك الآن لإخراج الفصائل المنافسة لها من إدلب وريفها لتكون هذه المنطقة ركيزة الأولى لإمارة لتنظيم القاعدة في سوريا في المستقبل لمناقشة هذا الموضوع معنا أمين سر الجيش السوري الحر عمار الواوي مساء الخير سيد عمار الواوي كل عام أنت بخير استمعت لهذا التقرير الذي يتحدث عن هذا الصعود المطرد للنصرة ما الاعتبارات التي تتحكم في ذلك في هذا التوقيت مساء النور لك والمشاهدين وكل عام أنتم بخير وشعبنا السوري الصامد الجريح بألف خير واسمحي لي أن أعزي المملكة العربية السعودية وجلالة ملك سلمان وملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن نايف ملك أمير ولي العهد وأيضا الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع اسمحي لي أن أقول بهذا المصاب الجلل طبعا ويد إيران العابثة سواء عن طريق داعش أو عن طريق الحوثيين أو حزب الله أو غيرها أنسى للأسف الشديد الثورة السورية خرجت بأهداف ومبادئ أساسية ورئيسية وهي الحرية والعدالة والديمقراطية التي ينشدها ضد الاستبداد والظلم الفاسد بشار الأسد إلا أن هذا المجرم منذ خطابه الأول حاول تحويل الثورة السورية إلى إرهاب وأفرج عن عدد كبير من السجناء السياسيين المنتمين للتنظيمات الجهادية أو تنظيم القاعدة كما فعل المالكي في العراق عندما أفرج عن عدد كبير منهم ومنها جبهة النصرة التي أعلنت لولايات المتحدة الأمريكية عن أنها تنظيم إرهابي في تاريخ داعش 12-2012 عندما كان يسيطر الجيش الحر على أكثر من 70% من سوريا وكان النظام قاب قوسيني أو أدنى للسقوط ولكن لم تحدثنا كيف تمكنت النصرة من التحكم في المشهد مؤخرا حتى أصبح لها هذه السطوة هي الآن تتحكم في المشهد هي تتصدره هل يمكن أن تحل محل المعارضة المعتدلة؟ طبعا اسمحي لي أن أقول أن جبهة النصرة هي بالأساس جزء من تنظيم داعش عندما كان يسمي نفسه دولة العراق والشام وانشق عنه المسرد بالجولاني وأعلن أنه البغدادي كان يريد إمارة العراق والشام والجولاني أراد إمارة السوريا وبالتالي كان خلافهم خلاف سلطة وقال الجولاني في حديث للجزيرة مع أحمد منصور أن خلافه مع الدولة هو خلاف ضمن الأسرة الواحدة وبالتالي لا يجوز التمييز كثيرا بين النصرة وبين داعش لهم وجهان لعملة واحدة ولكن النصرة تحاول أن تجذب عدد كبير من القاعدة الشعبية السورية التي الآن بدأت تتضح حقيقة جبهة النصرة وبدأت المظاهرات تخرج في خان شيخون ومعارضة النعمان وحارم وسلقين بسبب بغيها على الفصائل كانت حجتها في البداية أن هذا الفصيل فاسد وذاك فاسد وتريد إحقاق الحق لكن حقيقة الآن تكشف عن وجهها بشكل كامل النصرة حتى هذا الوقت قامت بالقضاء على أكثر من 20 فصيل للجيش الحر منها جبهة توار سوريا وحركة حزم وجبهة حق والويت الأنصار وسقور الغاب وكتائب الحق وخط النار والفرقة 13 والفرقة 101 وآخرها جيش التحرير الذي تم اعتقال قائده أحمد الأحمد المرقب بالغابي منذ يومين الآن سيد عمر ويسمح لي هناك خطة أمريكية بالتعاون مع روسيا أخيرا لضرب النصرة وتشتيتها هل يمكن أن ينجح هذا القصف وهذا التعاون في الخطة الأمريكية الروسية في القضاء على النصرة في تحجيم طموحها هذا في بناء دولة على شاكلة داعش لا أعتقد سيكون له تأثير لأن أمريكا أعلنت أنها ستقوم بالقضاء على داعش المجرم منذ عامين وحتى الآن أكبر عملية قامت بها قوى التحالف هو قتل أبو سياف واعتقال أم سياف في دير الزور نحن نعتمد على القاعدة الشعبية السورية الشعب السوري الذي خرج بالمظاهرات ضد ظلم الفاسل ضد بشار وخرج أيضا ضد داعش المجرم في حارم وسلقين والدانة والأتارب وغيرها وتم طرد هذا التنظيم باتجاه الرقة الآن نحن نعتمد أيضا على القاعدة الشعبية في إدلب وحلب وحماء سواء كان في معرفة النعمان أو كانشيكون أو كنصفرة أو حارم وسلقين وغيرها لكي يقوموا بالانتفاض على هذا التنظيم المجرم قيام أمريكا وروسيا بالاتفاق فيما بينهم على ضرب جبهة النصرة بدون أن يكون هناك اتفاق شعبي واتفاق من قبل قادة الجيش الحر على القضاء على هذا التنظيم سيؤدي بمجازر كبرى بحق المدنيين لأن روسيا دائما تقول بعد ارتكاب كل مجزرة سواء في إدلب أو غيرها أنها تقوم بقصف جبهة النصرة لذلك يجب على الدول الداعمة للثورة السورية والداعمة للاعتدال والداعمة للجيش الحر أيضا أن تقوم بدعم القاعدة الشعبية للجيش الحر من أجل الانتفاض ضد هذا الفصيل السرطاني الموجود الإرهابي لطرده من قبل القاعدة الشعبية قبل أن يطرد من الخارج لأنه عندما يكون هناك قصف بالطيران فقط من قبل قوى التحالف أو روسيا أو غيرها سيكون هناك مجازر بالداخل لذلك نحن نعمل مع القاعدة الشعبية من أجل طرده من الداخل قبل أن يكون اتفاق وتعاون مع القوى الخارجية القضاء عليه إذا كانت المعارضة المعتدلة أكثر المتضررين من هذا الصعود للنصرة من أكثر المستفيدين من ذلك سيد الواوي الأكثر المستفيدين من ذلك هو النظام المجرم الذي أفرج عن معظم قادة جبهة النصرة في بداية الثورة في الشهر السادس 2011 المستفيد من تحويل الثورة من ثورة حرية وعدالة وثورة هذا العلم الطاهر الذي التف به الآلاف من الشهداء إلى رايات سوداء وقطع رؤوس وإرهاب من أجل تحويل أنظار المجتمع الدولي الذي كان يدعم في البداية الثورة السورية ويدعم الشعب السوري من أجل القضاء على هذا النظام جميع ما يحدث سواء كانت النصرة أو داعش الإرهابية هذا يخدم النظام لتثبيت مكانه وهذا جعل الدول أيضا للابتعاد عن الثورة السورية نتيجة ما قامت به هذه القوى المتطرفة سيد الواوي باختصار لو سمحت لي هل لديكم أي تقديرات عن عدد عناصر النصرة في الشمال السوري لدرجة أنهم يقضوا على كل هذه الفصائل المعتدلة هل السر في العدد أم في العتادة العسكرية الذي لديهم السر في الاثنين أولا هذا التنظيم للأسف هو أيضا تنظيم مسرد وملثا بشكل كامل لا يعرف عدد أفراده في لحظة واحدة لا تجدين هذه العناصر وفي لحظة تجدين آلاف من هذه العناصر هي عناصر للأسف الشديد لديها قوة من نتيجة استلام السلاح الذي صادرته من الفصائل الكبرى لجيش الحر أعتذر منك سيد الواوي الشكر جزير لك عمار الواوي أمين سر الجيش السوري الحر الشكر لك ولكن أعذرني عن ضيق الوقت انتهى الوقت المخصص لهذا الحوار اشتركوا في القناة